اهلا بكم عزيزان مشاهدين رجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامج سوبر تشايد طبعا حلقتنا النهاردة هنعلم فيها نتيجة المسابقة بتاعة الحلقة اللي فاتت مصابقة احلى ضحكة فا احلى صور الفايزة معنا هي الطفلة اروى ايهب تمام ان شاء الله هتستلم جايزيتها معنا على الهوا وهنرجع لكم تاني بعد الفاصل مع ضيفا هنقدر نستفيد كلنا منها لاطفالنا ونعرف إزاي نكتشف الأمراض المبكرة لعيون الأطفال هروح فاصل وارجع لكم تاني أحبكم مع دفت الحلقة النهاردة دكتور نيرمين جمال أحمد خصائي طب وجراحة العين وتصحيح الأبصار والمية البيضة عضو الجمعية الرمضية المصرية عضو الأكاديمية الأمريكية لأطباء العيون زميلي كلية الملكية لجراح العيون منجلترا أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا بيك إزاي حضرتك أهلا وسهلا بيك إحنا نورونا النهاردة طبعا في البرنامج قبلا نخليك كنا حابين بقى نسألك شوية أسئلة كده لأطفالنا نستفيد منها كلنا طبعا إن شاء الله إن شاء الله كنت عايزة أسأل حضرتك يعني إيه هو كسل العين تمام كسل العين ده من المواضيع الوردة والشائع جدا عند الأطفال هي ببساطة شديدة جدا فيه خلايا عصبية بتكون في المخ هي المسؤولة عن الرؤية الخلايا العصبية دي مش بتتطور بشكل سليم لأن هي مفروض أن هي الفترة بتاعة تطورها في أول سنتين من عمر الطفل فاللي بيحصل إنه يبقى عندي مثلا عين أضعف من عين فالمخ بياخد صورة من عين وبيغمر الصورة من العين الأخرى فطبعا ده بيؤدي لكسل العين يعني ببساطة شديدة جدا نقدر نقول إن عين مش بيقدر يشوف 6-6 حتى لو لبس النظارة أو عمل عملية تصحيح إبصار أو عمل عملية مياه بيضاء مع إنه برضو لسه لبس النظار مش قادر يوصل 6-6 بقى 6-18 أو 6-24 مثلا فده بنسميه كسل العين وده طبعا لازم يكتشف مبكر ونحقه مبكر عشان خاطر علاجه بيقى صعب في الفترات المتقدمة من العمر طب إيه يا دكتور الأسباب اللي بتؤدي إن كسل العين ده أو العين يحصل لها كسل عند الطفل تمام برضو بنقول إنه لازم إنه الصورة اللي بتيجي على العين توصل بشكل سليم من العين للشبكية للعصر البصري ومنها للخلال العصبية اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتتطور في المخ دي في أول عمر الطفل أي حاجة بتمنع وصول الصورة بشكل سليم هتؤدي الكسل العين زي إيه طفل مولود مثلا عنده ميا بيضة طيب بالذات لو ميا بيضة دي في عين واحدة بنسبة حصول الكسل بتبقى أخطر من لو الميا بيضة في العينتين وعشان كده لازم الميا بيضة دي تتشال في الأسبوع الأسبوع الأولى من عمر الطفل في أول 6 أسبوع مثلا لو مثلا في ارتخاء في عين الطفل هو مولود بيها كده برضو أو عنده كيس دهني أو تجمع طبعا لو في ضعف في فرق بين العينتين كبير زي مثلا درجتين ونص أو حتى في الفروقات البسيطة اللي هي درجة واحدة طبعا ده بيبقى أخطر من لو كانت ضعف في العينتين ده بس مش معنى كده ان برضو لو العينتين ضعاف مش يحصل كسل لا برضو لو الضعف جديد في العينتين حتى لو متساويين برضو ممكن يؤدي لكسل في إحدى العينتين أو في العينتين مع بعض كمان الحاول لو الطفل عنده حاول برضو المخ ممكن يهمل الصورة من العين اللي فيها الحاول دي وبردو يحصل فيها كسل طيب ما حضرتك صورة يا دكتور اللي كسل العين ده ممكن نشوفها؟ تمام ممكن نعرض أول صورة هنا برضو شايفين أول صورة الصورة اللي على الشمال أنا شايفة ان صورة القطة هي وصلة عن طريق العينتين بشكل سليم للشبكية للعصب البصري لمركز الإبصار اللي في المخ اللي هي القلالة العصبية ومتجمع القطتين على بعض وعمل صورة واحدة في المخ في الصورة اللي على اليدنا اليمين في عين مستقبلة الصورة والعين التانية مهملة المخ مش واخد منها الإشارة فهيحصل فيها كسل العين اللي على اليمين دي تمام كده طب يا دكتور هي الحاول بسبب كسل العين ده صح كده؟ مش دايما هي العلاقة بينهم تبادلية يعني أحيانا الحاول يؤدي إلى كسل لأن العين دي محولة ومفيش صورة جاية منها مصبوطة على مركز الإبصار أو على المخ أو ممكن الكسل لأنها العين أصلا مهملة يحصل منها حاول فالعلاقة بينهم تبادلية أحيانا ده بيؤدي إلى ده أو العكس طيب إن نصيح الحضراتك ممكن تنصحينها بيها أن احنا نتجنب كسل العين أو نتجنب الحاول تمام طبعا كسل العين زي ما احنا قلنا ده شيء يعني سهل جدا تجنبه ودي صورة الحاول برضو آه طبعا دي صورة الحاول وهو طفل عنده حاول لما لبس النضارة ونشطنا العين وعالجنا الكسل الحاول زبط طبعا الكسل من الحاجات اللي احنا لو اكتشفت بدري وتعالجت بدري في السن المبكر خلاص بينتهي ما بيعنديش أي مشكلة منه لكن لما بيتسابه وبيكتشف في سن متأخر بيبقى علاجه صعب بيبقى علاجه صعبه بالذات بعد سن تسع سنين هو علاج الكسل أساسا بيبقى في أول سبع لتمن تسع سنين بكتير قوي بعد كده بيبقى صعب جدا فإيه الأسباب اللي ممكن تؤدي بقى النصيح اللي نقول للأهل عليها علشان خاطر يتجنبوا القصة دي إن احنا نكشف على الطفل في سن المبكرة في الشهور الأولى من عمر الطفل ده مهم جدا أول شهرين أو ثلاثة إنه ممكن يكون عنده مياه بيضة عنده مياه زرقى عنده حاول والطفل والأم مش واخدى بالها كمان طب لو عندهش حاجة برضو نكشف مثلا أول سنة أو سنتين من عمر الطفل لو عنده قصر نظر طول نظر فنلحق الطفل برضو في سن مبكر كمان في نقطة مهمة جدا حابة أنبه بيه لها الأهل هي ملهاش علاقة بالكسل بس مهمة جدا بعض الأطفال بيتولدوا في سن مبكر جدا بسمونه الأطفال المبتسرين اللي بتحطوا في الحضانة دول بيبقى عندهم حاجة اسمها الاعتلال الشبكي للأطفال المبتسرين إنه مثلا الطفل ده تولد بوزن قليل جدا أقل من اتنين كيلو أو مثلا في عمر قليل جدا أقل من 34 أسبوع بيحصل إن الشبكية مش بتتطور بالشكل السليم للطفل اللي بتولد في عمر مناسب أو اللي بتحط مثلا على أكسوجين ويتشال التنفس الصناعي ويتعلم على التنفس الطبيعي وكده فيبدأ يحصل مشكلة آه دي صورة هنا أهو الطفل مبتسر وبيتفحص في أول شهر من عمره يعني لسه في الحضانة بيتفحص جوال حضانة ده لو اكتشف بجري بيتلحق الطفل وبنعمل علاجات في الأول من الحقها مثلا حقن أجرسات ليزر حقن مواد معينة ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي طيب لو ما اكتشفناهوش ممكن توصل لانفصار شبكي وللعامة التام ويبقى الطفل بقى عندي كارثة إن الطفل ده خلاص قد بقيت عمره مش شايف يعني توصل لعامة معين إحنا لو اكتشفنا عليه في الشهر الأول انتهى الموضوع فالأطفال المبتسرين دول بالذات اللي بالظروف اللي أنا حكيت عليها ده مهم جدا فحصوهم سواء بقى لتكسل العين أو الاعتلال الشبكي أو أي مشكلة يعني أصدح حضرتك إن كل ما بنكتشف طبعا الحاجة بدري بنقدر نعليجها بصورة أسرع وخصوصا إن الطفل مش بيع في الشتكي زي الإنسان الكبير إنسان الكبير بيقى عنده مشكلة أنا مش شايف أنا مزاغ للطفل ممكن يقعد فترة طويلة جدا من عمره غيره عشر سنين واثناشر سنة مش عارف إن عينه ضعيفة ومش شايف معتمد على واحدة وسيب العين التانية وخلص مش حاسس بحيث أو تعبية ومش عارف مش عارف يعني هي اللي تعبية هو مفكر الناس شايفة زيه مش فاهم إنه هو عنده مشكلة في عيني طب يا دكتور بالنسبة لعلاج كسل العين ده بيبقى عبارة عن إيه طيب علاج كسل العين مبدئين على حسب السبب أنا مثلا قلت طفل عنده مياه بيضة هنشيل المياه بيضة في الأسابيع الأولى في أول 6 أسابيع عندي ارتخاء في الجفن هنصلحه عندنا أي مشكلة كيس دهني ولا حاجة هنشيلها طب عندي ضعف في الإبصار الطفل خلاص قصر نظر أو طول نظر أو استجماتيزم هنلبس نظارة يا دكتور هنلبس نظارة في طفل عمره عمده سنة وسنتين آه بنلبس النظارة في سن صغير بتبقى بقاستك كده والطفل بيتعود عليها والأهل بيعودوا عليها والنظر يتصلح وين هيكسل أهم حاجة بقى في علاج الكسل غطاء العين لو معنا صور لغطاء العين هنا مهم جدا بنغطي العين القوية اللي تستقبل الصورة الكويسة عشان نكبر العين الكسولة إنها تاخد صورة والمخ يستقبل منها إشارة طبعا هو لبس النظارة غطاء العين تحت النظارة الصورة أهي غطاء العين ما بيعودش فترات طويلة من خليه مثلا من ساعتين لتلات ساعات في اليوم حسب الكسل نسبة الكسل وعمر الطفل وطبعا بدأ بيينشطل جدا العين الكسولة وبيخليها ترجع تاني توصل لستة ستة في سن مبكر قبل سن تامن أو تسعة سنين يبقى مناسب جدا زي ما احنا شايفين اهو اه أطفال حطين لزقات على العين اللي هي القوية وبيستخدم العين الضعيفة ساعتين تلاتة في اليوم هنا هون طفلة عندها حاول لسة النظارة غطينا العين القوية الحاول هيتصلح وهو ممكن ما تحتاجش تعمل جراحة التصحيح حاول أصلا مش أي طفلة عنده حاول لازم نعمله جراحة ممكن النظارة والباتشينج ده يبقى كفاية جدا لكن لو بقى جزء بنصلحه طبعا بجراحة مفيش مشكلة خالص طب يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك الليزق بيصلح لعليك كسل العين بصراحة ده سؤال مهم جدا الليزق من التقنية متطورة جدا وانتشر جدا جدا وفي السنوات الأخيرة بقى عنده أنواع كتير جدا وبقى حاجة جميلة جدا ولكن الليزق ليس علاج للأطفال وغير مناسب للأطفال ولا يصلح الحاول ولا الكسل لأن عين الطفل دي لسه بتنى لم تثبت عند مقاس معين لسه القرنية لسه قدامها سنين عشان توصل لشكل معين وتحدد معين ومقاس معين فالليزق بصراحة يبقى دار مش بس غير مناسب هو كمان بيبقى دار ممكن يدخل الطفل في قرنية مخروطية أو في مشاكل تانية فالليزق جميل بس للكبار بلاش الأطفال بلاش الأطفال بالزبط كده طب يا دكتور بالنسبة للعداسات اللاسيقة في الاستخدام اليوم هي أكتر أمينا ولا إن أنا أعمل تصحيح الأبصر بالليزر ده أكثر العدسات اللاسيقة بنقول عليها أمينة بس في حدود قواعد السلامة طول ما المريض بيلتزم بقواعد السلامة الخاصة بارتداء العدسات اللاسيقة أنا تمام الناس مش بتعمل كده للأسف بيبدأوا يعملوا مشاكل كتير وبيتغاضوا عن قواعد السلامة مع العدسات اللاسيقة فيبدأ بقى يحصل قرح وعدوات بكتيرية ومشاكل كتيرة جدا ممكن تنتهي بسحابة بيضة في القرانية وممكن تؤدي بقى نحن ندخل بقى في سكة ترقيح قرانية بقصة كبيرة جدا فالعدسات اللاسقة كويسة بس في حدود قواعد السلامة اللي لازم نلتزم بيها لكن لو حد بيلبسها كل يوم وعدد ساعات طويلة ومش مهتم بالقصة دي يبقى لا الليزر هنا عندي أقمن بكتير ومشاكله أقل بكتير من العدسات اللاسقة تمام طب يا دكتور إيه الأخطاء الشائعة ما حاجة لازم أولا نشتري العدسة بما كان موصوق فيه لازم تكون ذات جودة كويسة وكفاءة كويسة في ناس كثير جدا وبس ذات السيدات بيشتروا العدسات الملونة من الكوافرات ومراكز التجميل وتكون واحدة لفسها قبل كده منها كفاية لفسها واحدة عشان تعمل لها عدوى قوية جدا رقم اتنين لازم أهتم بمحاليل الطبية اللي بتنظف العدسة وتشير منها البروتينات والميكروبات والحاجات دي ما ينفعش أستخدم مثلا مية من الحنفية أو أستخدم مثلا محلول ميت ملح مثلا محلول ملح من الصيدلية ما ينفعش لازم محلول طبي بتاع العدسات لازم كل يوم أقلع العدسة أو نوصل البيت وما نمش بيها النوم بالعدسة ده مشكلة جمدة جدا بيخنق العين فلازم تقلعها زي ما بتهوي رجلك وبتقلع هدومك وكده لازم برضو تقلع العدسة ما تنمش بيها ما تنزلش بيها البحر ما تنزلش بيها البسين ما ينفعش تلبسها بعد انتهاء مدة صلاحيتها تبقى هي مثلا عدسة يومية تتغير كل يوم وتلبسها أنت أسبوع أو تبقى عدسة شهرية أخيرها شهرين ثلاثة وتعود أنت بيها مثلا سنة نستمر فيها فكل عدسة ليها ومواصفتها نلتزم بيها الدينة تبقى تمام غير كده لا ممكن ندخل في مشاكل قوية جدا بصراحة طيب فيه سؤال تاني كنت عايزة أسأله لحضرتك فيه أنواع مختلفة لعمليات تصحيح الأبصار بالليزك طيب دي من اللي بيحددها المريض ولا الدكتور طيب العملات تصحيح الأبصار طبعا بسبب التكنولوجيا القوية اللي حصلت في عملات تصحيح الأبصار بقى عندنا أنواع كثيرة جدا جدا يعني مثلا فيه عندنا الليزك الليزر السطحي الفيمتوليزك الفيمتوسمايل بعض الناس بنعملهم زرع عدسات طبعا المريض بيقرأ بقى الكلام ده كله بقى في السوشيال ميديا وفي بقى إعلانات مراكز الإفسار وفي التلفزيون فبيحتار وبيفكر أنه لأ أنا عايز أخد ده أغلى ده عرض ده مش عارف إيه الحقيقة أنا ده مش اخترت المريض أبدا ده الطبيب بيحط عوامل كتير جدا فيه حسبانه عشان يختار لكل مريض النوع الأنسب دايما أنا بقول للعيان ما فيش نوع أحسن من النوع السعر مالوش علاقة التقنية مالوش علاقة فيه عيان مناسب لكل نوع مناسب على حسب بقى سمك القرانية تدريس القرانية تصوير التوبوجرافي للقرانية نسبة الجفاف الوظيفة بتاعة المريض نفسه بيتعرض لإيه بيتعرض لرياضة عنيفة بيعمل حاجة معينة فكل عيان ليه نوع معينة طيب ممكن حضرتك تشرحيننا في الفيديو اللي معينا للليزك ده أول فيديو هنا بنعرضه بيورينا عملية الليزك الليزك هو بيعتمد على أن احنا بنقطع طبقة أو قشرة رقيقة من لحاء أو من سطح القرانية بمشرة جراحية اسمه المايكرو كيراتوم هنا هيركب هو المشرة الجراحية ده المايكرو كيراتوم حيمشي على سطح القرانية هيقطع طبقة رقيقة بسمكه معين إحنا بنبقى محددينه علشان نحضر العين له الليزر اللي هيصلح اللي هو الإكزايمر ليزر فده الخطوة التحضيرية الأولى اهو رفع الطبقة السطحية أو القشرة السطحية الأولانية بعد كده هيستخدم شوعة الإكزايمر ليزر أو نازل على بطن القرانية أو على الطبقات الداخلية عشان يصلح عيب الإبصار اللي موجود قصر أو طول أو استجماتيزم وهنرجع الطبقة دي تاني وخلاص كده يبقى إيه العملية انتهت فده الليزك الليزك العادي طب الأنواع المختلفة لعملية تصحير الإبصار زي ما قلت لحضرتك احنا فيه عندنا ليزك فيه عندنا فيمتو ليزك فيه فيمتو سمايل فيه زرع عدسات فيه أنواع مختلفة طبعا حسب كل حالة طب بيبقى فيه قلم يا دكتور بعد عملية الليزك الحقيقة أن الليزك أو الفمتو ليزك ما فيش بعد يوم قلم احنا بنقول للمريض انت بيبقى مجرد فيه شكشكة بسيطة احمرار بسيط تدميع بسيط زي العين اللي بسعادة ساي بحس فيه زي طرفة بسيط ثلاثة أربع ساعات وبعدين بالتاني يوم بيمارس حياته بشكل طبيعي بس بنقوله بلاش أول يوم تروح سايق بالعربية خلي حد بس ايه يوصلك لغاية البيت من تاني يوم بيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي ما بيبقاش فيه وجع ولا قلم خالص طب احنا معنا فيديو للفمتو سمايل للفمتو ليزك ولا الفمتو سمايل فمتو سمايل تمام ده الفمتو سمايل صحي كده هشوف بداية العرض هو مبدئين الفمتو سمايل بيعتمد انه احنا ممنقطعش الطبقة او القشرة من على وحاق القرنية زي ما عملنا في الليزك لا هنا بنستخدم شعاع اسمه الفمتو لا هو الفيديو ده بيورينا الفروقات التلاتة ما بين الليزر السطحي والليزك والفمتو سمايل هنا هيعرض اول حاجة الليزر السطحي ده الليزر السطحي مش الفمتو سمايل الليزر السطحي هنا مش هيقطع برضو طبقة هنا هنسلط شعاع الليزر مباشرة على سطح القرنية مجرد ان احنا بنشيل طبقة خفيفة من الخلايا من على سطح القرنية بنقشرها حاجة بسيطة وبنضرب الليزر بشكل مباشر على سطح القرانية من غير ما نقطع الطبقة دية الليزك هنا لا ده الفيمتوليزك شعاعي بقى الفيمتوساكند اللي هو اللي اكتشفه الدكتور أحمد زول الله يرحمه الليزر هنا هو اللي هيقطع الطبقة السطحية من على سطح القرانية مش هنستخدم مشرط جراحي زي الليزك هنا هنستخدم أشعة الفيمتوليزك اللي أشعة الفيمتوساكند هيرفع بقى الطبقة وبعدين يضرب الإكزايمر ليزر برضو فده فرق برضو بين الليزك والفيمتو ليزك إن الليزك هنستخدم مرشة جراحي الفيمتو ليزك بنستخدم الفيمتو ساكند ليزر اللي هو اللي بيقطع هو هو اللي بيقطع على الطبقة دية مش للمرشة الجراحي الفيمتو سمايل بقى هتعرض برضو هنا هون هنا بقى الليزر اللي هو الفيمتو ساكند ليزر برضو هو برضو اللي نستخدمنا في الفيمتو ليزك هيستخدم بس مش هنقطع طبقة لا ده بيفصل طبقة من داخل بطن القرانية على شكل عدسة ليها سمك معين والقرانية مقفولة ما قطعناش طبقة منها ولا حاجة وعن طريق جيب جراحي أو شق جراحي صغير جدا نتراوح طوله من 2 إلى 4 ملي بنسحب العدسة الصغيرة دي من داخل العين لكن العين متكاملة ومقفولة وما قطعناش برضو الطبقة اللي هي ديت الخارجية ديت إمتى يا دكتور بنلجأ لعمليات زرع العدسات عمليات زرع العدسات مش كل الناس ينفع لها عملية تصحيح الإبصار سواء الليزك أو فيمتو ليزك أو فيمتو سمايل أو ليزر سطحي أو كده لأن مثلا عنده سمك القرانية قليل قوي تحده بالقرانية عالي جدا عنده نسبة جفافة عالية جدا عنده درجات قوية جدا من ضعف الإبصار ما ينفعش معها تصحيح الإبصار ففي الحالة دي لأ بنقول لهم بقى انت الأنسب ليك زرع عدسات دي بتبقى عدسات معينة مخصصة ليه؟ إنها تتزرع داخل العين وتدخل جوه العين فبتبقى أمينة جدا والعين بعد كده مش بيحس بيها وطبعا بتبقى أسهل معدسات اللسقة مش كل شو هي يحطها ويشيلها وينظفها فخلص هي بتتزرع داخل العين وبتصلح العملية تماما بالذات في المقسات الكبيرة جدا من ضعف الإبصار طيب إحنا معنا الفيمتو ليزك فيديو نشوفه أيوة هذه هو شوعة الفيمتو ساكر ليزر حينزل علشان يقطع الطبقة الخارجية اللي كده بتتقطع بالمشط في الليزك وبعدين هنفصل الطبقة الخارجية ديت أو القشرة الخارجية دي ونرفعها وبعدين دي القطوة التحضيرية الأولى وبعدين هننزل بشوع الإكزايمر ليزر العادي اللي هو بيبقى عالي الجودة علشان خاطر نصلى حيوب الإبصار من الداخل في بطن القرنية وبعدين نرجع الطبقة تانية اللي كانت موجودة طبعا العملية دي بتصلح أكتر للناس اللي عندهم برضو سمك القرنية أقل شوية فما ينفعش معهم الليزك العادي ناس عندهم مقسات أعلى شوية فما يحتاجين نحن نوفر في سمك القرنية فما نستخدم برضو سمك القرنية تقانيته أعلى شوية من الليزك وأأمن طيب ايه التعليمات اللي احنا لازم نتبعها بعد العمليات تصحي الأبصار أو الفيمتوليزك تمام طبعا التقانية دي طبعا بإنها آمنة وسهلة جدا بنقول بس المريض شوية بس حاجات بسيطة عشان العملية ما يحصلش فيها مشاكل أول حاجة يتابع مع الدكتور طبعا مش يعمل العملية وخلاص ويختفي لأ لازم يتابع مع الدكتور لازم يلتزم بالقطارات وبالعلاج بالذات القطارات المرتبة في أول فترة من 3 ل 6 شهور حسب المريض عشان ما يحصلش جفاف في العين ممنوع دعك العين أول شهر طبعا بالذات في الليزك والفيمتوليزك عشان ما نخلعش الطبقة اللي احنا قطعناها ديت ممنوع برضو ان احنا ندخل ماء وصبون في عينينا أول أسبوع حتى ما يجي حد يتوضى من قوله يمسح من بره ما يجيبش الماء جوه عنيه ممنوع للسيدات ان هم يحطوا عدسات ملونة أو ميكاب أول شهر على الأقل البحر والبسين نأجلوا لمدة شهر مثلا دي حاجات بسيطة خالص وبعد كده خلاص المريض بيتعامل بشكل طبيعي وما بيبقاش عنده أي مشاكل خالص بيبقى خلاص الموضوع طبيعي بيبقى الموضوع طبيعي طبعا ما فيش أي مشكلة خالص وكمان جديد بالذكر ان احنا الليزر السطح اللي جدنا صورته من شوية بيبقى أنسف كمان للناس اللي هما بيتعرضوا ليرادات عنيفة زي البوكس وبعض مثلا ان هما في كلية الحربية أو كده فده الليزر السطح ما منقطعش الطبقة دي فبتقي لو خد خطة على عينه أو حاجة أو دعك عينه ما فيش حاجة هيكسر فيها مشكلة إنما الليزك وفهمتوا ليزك لا بنقول للعيان ميفاعش تاخد خطة جامدة في عينك ميفاعش تدعك عينك بيبقى في حزر بالضبط كده إنما الليزر السطحي بيبقى أقمن شوية في اللي هما بيتعرضوا لخبطات عنيفة أو رياضات عنيفة أو كده طيب يا دكتور في حاجة تانية كنت عايزة أسألك عليها طيب دعك بالنسبة لجفاف العين طيب يعني في أطفال كتير يعني أنا عندي إذن مثلا ما بيجي إنقل حاجة أو يكتب حاجة تحيس إنه هو مش مزبوطة يعني أنا كذا مرة شكيت إنه نظره ضعيف أروح أكشف عليه قولوا لي لأ نظره مش ضعيف ده جفاف عين جفاف في العين تمام فهل جفاف العين ده بيأثر على العين زي النظر بالضبط طبعا هو أول حاجة لازم نستثني ونتأكد إنه ما عندهش ضعف في النظر طبعا هو الطفل ما مش بيتفحص زي الكبير لا بتحطله قطر التوسيع ولازم يتفحص تحت مفعول القطر عشان فيه مقاسات بتبقى مخفية بيبقى فيه مثلا تشنك في العضلة المقاس ما بيبقاش ظاهر قوي اتأكدنا إن المقاس مظبوط وإنه مش محتاج نظارة ما عندهش رزبط استجماتيزم ما عندهش طول نظر ما عندهش قصر نظر تمام الدنيا كويسة مجرد جفاف الجفاف ممكن جدا يؤثر على جودة النظر ويبقى هو مش مرتاح يدعك عين ويبدأ يدم عين وتحمر فلازم طبعا ندي قطرة مرطبة بالذات القطرات المرطبة اللي هي بتبقى ما فيهاش مواطع حافظة عشان للأطفال دي برضو بتحسن جدا النظر لو إحنا استثنينا إن ما فيش عندي مشاكل في النظر يعني النظر عنده ستة ستة تمام اتأكدت إن النظر ستة ستة ما فيش حاول ما فيش كسل وهو مجرد جفاف يعني قطرة إحنا بروح نكشف الدكتور يقول لي لا ما فيش النظر تمام ما عندهش ضعف نظر تمام وفحصوا بالقطرة وبصلوا على قاعة العين وتأكد إن كل الدنيا تمام وده مجرد جفاف قطرة مرتبة بسيطة جدا سهلة جدا هتودي الجفاف وهتحسن الرؤية كتير جدا مع الوقت يا دكتور بقى تبقى وقت طويل هو الجفاف بيزيد في أوقات معينة عن أوقات تانية يعني مثلا في ممكن يزيد مثلا مع الحر الشديد مع الطراب لو حد بيتعرض لدخال أتربة حد مثلا بيتنفض جنب وسجادة ممكن مع المواسم بيجي بقى معها حساسية فهو الجفاف بيتحسن بالقطرات بس ممكن يبقى معها حساسية أو يزيد في مواسم معينة فالأطرة المرتبة ممكن نستمر عليها على طول بزداد في الفترات اللي الجفاف بيزيد فيها تمام طب أنا كنت حابة حضرتك تنصحي الأطفال طبعا لتتفرج علينا كلها الأطفال كلها بتلعب في تراب بتلعب في الجاردين مدرسة أنت عارفة لعب الأطفال ما بيبقاش حازر طبعا فحابة حضرتك تنصحيهم وتقول لهم ممكن نعمل إيه لتجنب أي حاجة تضيقنا طبعا نتمنى الأطفال كلهم يلعبوا ينبسطوا ويمارسوا طفولتهم يعملوا كلهم عايزينه ولكن إحنا بنقول نخلي بأننا ما ندعكش عنينا بأيدينا مثلا إيد ملوسة فيها تراب ننتبه مثلا ما فيش حاجة تدخل في العين حاجة حدة بيلعبوا مع بعض مثلا بألم بمصطرة بحاجة عنيفة بلاش اللعب العنيف اللي ممكن حاجة تطره في العين أو تدخل العين غير كده يستمتعوا وينطلقوا وينبسطوا بحياته وما فيش أي مشكلة ماشي يا دكتور نورتسينا وتشارفنا بك جدا ويا رب كل الناس اللي بتفرج علينا تستفيد من المعلومات دي لأن دي كلها حاجات مهمة لأطفالنا ونكتشف أي طفل بيعاني من حاجة في عينه أو ملاحظين عليه أنه حاجة مضايقية في عينيه في نظره وفي جفاف العين زي ما الدكتور قالت لنا ده بتبقى اكتشافه في الأول أحسن من اكتشافه وبعد كيف تؤخر صحيح أكيد هنروح فوصل ونرجع لكم شكرا